مقتنيات قديمة يزيد عمر بعضها عن ألاف السنين في هذا المكان قطع أثرية تحاكي تاريخا من حضرات عديدة منذ حوالي عشر سنوات بدأ الشاب منير حمام من مدينة دورة في الخليل بجمع هذه القطع من أماكن مختلفة بغرض الاحتفاظ بها كهواية منذ صغره أنا بلشتها من أولها هواي فكرة أنه أنا أجمح من مطرح واحد لا طبعا أكيد أنا من عدة مطارح حتى في شيء من سينة أجاني في شيء من أصول تركية وصني حتى المكان الذي تجمع فيه التحف التراثية والأثرية هو مكان مختلف فهو من البناء العربي القديم تم تحويله إلى مقهى شعبي يعج بأكثر من 1350 قطعة أثرية هذا كان لرحمة سيدة الله يرحمه كان فرن وكان جنب الفرن ملحمة ونهاجر يعني بعد وفاته نهاجر وكان أبوي مربخيل أنا استغلته مثلا لقعدات الشخصية وهيك كل ما يعني النفس تتعبج بقودهان برتاح هذا مذياع قديم وهذه ما تعرف بالشكوى لخض اللبن وهذا وعاء نحاسي للحليب أما هذا فهو لوح خشبي كان يستخدم قديما لدراسة القمح بالإضافة إلى مقتنيات أثرية كثيرة بالفترة الأخيرة بدأ الناس في الخليل بارتياد المقهى وزيارته بهدف التقاط صور تذكارية مع القطع الأثرية والتعرف على بعض المقتنيات القديمة يطمح القائمون على هذا المكان أن تهتم الجهات الفلسطينية بفكرتهم وترعاها وأن يحافظ الناس كذلك على تاريخهم وتراثهم من مدينة دورة جنوب الخليل رائد الشريف الغد فلسطين ترجمة نانسي قنقر